حياكم الأصدقاء وإياكم أنس لا تنسى الصلاة على النبي أهم أخبار المنتخب العراقي واستدعاد كأساس خلينا لايك واشتراك وتابعوا إياي العراقي أريان الأمين شقيق اللاعب العراقي يوسف الأمين يسجل هدفان على باير ليفاركوزين الألماني نشارت لكم الأهداف بقناة بالتليجرام رح أخلي لكم رابط بالوصف بالتعليق المثبت طبعا الهدف الثاني صاروخي اشتركوا بقناة تليجرام طبعا اللاعب هو موهبه لكن للأسف تم استبعاده من منتخب شباب العراق ولا نعرف الأسباب كل التوفيق لأريان الأمين اللاعب العفي نادي آخرين لألمانيا كأساس يوجه دعويل 34 لاعبا محترفا لضمهم لقامة المنتخب العراق الأولية حراسة المرمى كوميل سعد خط دفاع حسين علي آلاي قاسم آلان مهيدين مير خازدوسكي يوسف الإمام ماسي سارتين آدم راشيد رومان دولارتي فرانس بطل تريبين سلاقة خط الوسط منتظر ماجز زيدان قبال علي الموسى وماركو فرج بلند حسني يوسف أمين أليكسندر أراها كيفن يعقوب علي حيدر دانيل الساعة تعالي محمد الطائر إيوان أمين لوئي العاني سومر عبد الرزاق عسامة رشيد أمير الإعمار أندري السناطي أحمد ياسين خط الهجوم أمين الحموي علي الحمادي هيران أحمد باشانق عبدالله اليوم الدول العراق علي الحمادي عاد للمشاركة بعد غيار طويل بسبب الإصابة ودخل بديلا عند الدقيقة 76 مع بيستويشتاون الإنجليز أمام نيسي الفرنس بمباراة ودين 3 بفوز زملاء علي الحمادي بهدف كل التوفيق لعلي الحمادي بعد أيام قليلة سيواجه ليفربول في أول مباراة له بالبريمارليك تصريح مدربع بيستويشتاون كيرا ما كان عن عودة علي الحمادي ومن الجيد أن يعود علي الحمادي للفريق لأن مراكز الهجوم هي واحدة من المراكز التي لا نملك لها الكثير من الخبرة خصوصا أن مهاجمنا هير سيغيب لمدة شهرين بعد إجراءه لتدخل جراحي ذلك من الجيد عودة علي الحمادي للعب مجددا لقد عانى من الإصابة لفترة طويلة قبل العملية الجراحية ولم يتدرب كثيرا مع الفريق هذا الصيف لذا فإن مشاركته لمدة 35 دقيقة اليوم كانت أكثر مما كنا أن نرغب فيه وسيكون أقوى بعد هذه المشاركة علي الحمادي أصبح جاهز لخوض المباريات وسيأخذ ثلاث مباريات من العيار الثقيل في الدور الإنجليز الممتاز أول ثلاث مباريات له ستكون أمام ليفربول والسيتي وفوالهن علي عمار البطل عمره 20 عام فقط رفع للتاريخ 237 كيلوغرام كل التوفيق له نادي كومو الإيطالي ينشر لعلي جاسم عبر صفحته يقول نحن في انتظارك أيها الأمير آلان وحي الدين يوقع لكشوفات الصقور لتمثيل الفريق في الموسم المقبل كل التوفيق له نادي النفط يعز صفوفه بالمحترف العراقي في صفوف مكارتر الأستراليا المهاجمة على عقلة كل التوفيق له دورنا الموسم الجاي تقريبا جاب أكثر لاعبين محترفين للعب ستشهد بطولة در أبطال آسي الثاني يتواجد ثلاثة لاعبين عراقي محترفين حيث يتواجد الثنائي فرانس بوتروس بورت تايلاندي وجيلوان حمد ليمان من هوك بينما يشارك ضرغام إسماعيل مع الخالدية البحريني في قسم الغرب الترتيب النهائي لكرة القدم في أولمبياد باريس منتخبنا العراقي في المركز العاشر سورة خصوص كأساس مع أكبر كأس بالعالم كأس رامون دي كارانس وهو يحمل قميص المنتخب العراقي للأسف خيرنا الغيرنا لاتحاد الاسترالي يختار العراقي غيثم هنم مديرا للتواصل مع المنتخبات لا سوى في التصفيات المونديالية رئيس الاتحاد الاسترالي لكرة القدم عن تاريس حاق أكد في رسالته لغيثم هنم احترافك وشخصيتك وكفاتك وفهمك العميق لكرة القدم إضافة لعلاقاتك الواسعة في القارة لا سوى يجعل ترشيحك مثاليا لهذا الدور وسيباشر غيثم هنمها مهار رسمية ابتداء من مباراة البحرية المقبلة والتي ستقام في استراليا في الخامس من شهر سبتمبر عدو المقبل يوسف لامين بعد استفزازه من قبل جماهير نادي غرناتا قبل تنفيذ ركلة الجزاء لعب له مستقبل إن شاء الله مع منتخبنا العراقي آلاء يعود لأقامة منتخبنا الوطن العراقي للتصفيات النهائية تعادل منتخب شباب العراق مع نظيره اليمني بهدف لكل منهما في المباراة التي قيمتها الجمعة في ملعب الفيحة بالبصرة يوم أمس الإسباني خسل لو مهاجم الغررافة تلت تزديدات على المرمى أضع فرصتين محققتين للتهديف أما أيمن يحسين لاعب الخور تسديد على المرمى تسديد في العرض أضع فرصة محققة للتهديف كل توفيق بأيمن يحسين في المباريات القادمة اشتركوا في القناة